فيما كانت قطاعات كاملة أن تحت وطأة الإغلاق والإجراءات الاحترازية الصارمة لاحتواء كورونا شهدت التجارة الإلكترونية انتعاشاً لافتاً وفق تقرير أممي البيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت ازدادت بأكثر من 22% العام الماضي مقارنة مع زيادة بنسبة 15.1% بين عامي 2018 و2019 غير أن تلك الأرقام الإجمالية تخفي تبايناً بين الدول فيما ارتفعت النسبة في أستراليا 59% وفي المملكة المتحدة نحو 47% وفي الولايات المتحدة نحو 32% لم تتجاوز النسبة في الصين 15% البلدان الأقل نمواً بدورها سجلت ارتفاعاً في التجارة الإلكترونية حيث حقق عملاق التجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية ميركادو لبري زيادة بنسبة 40% في أوجه فترة الإغلاق العام الفائت مقارنة بنفس الفترة من سنة قبلها وفي أفريقيا سجل موقع جوميا عملاق التسوق الإلكتروني زيادة بأكثر من 50% في حجم الصفقات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019 واحتفظت الشركات الأربع الأولى في الترتيب بتصنيفها وعلى رأسها علي بابا وأمازون ولكن الازدهارة في المواقع الإلكترونية لم ينسحب على جميع القطاعات وانقلب الوضع بشكل كبير للمنصات التي تعرض خدمات سياحية وغيرها من الخدمات فتراجع ترتيبها بشكل كبير خلال السنة الماضية ترجمة نانسي قنقر